الجهازين اللي قدامكم دول يا جماعة يمثلوا تاريخ بلاي ستيشن في اخر 10 سنين او 11 سنة من هم الجهاز الاعظم تاريخ وهو البلاي ستيشن 4 ثم الاصدار اللي بعده وهو البلاي ستيشن 5 منها المتوقع في سنة 2024 بنهاية السنة دي ينزل لنا بلاي ستيشن 5 برو بامكانات اكبر واقوى لكن هل ده الوقت المنطقي ان احنا نشوف اصدار جديد من بلاي ستيشن 5 او بلاي ستيشن 5 برو ولا الموضوع لسه بدري عليه بتعرف الفيديو ده بلاي ستيشن 5 برو هينزل امتى وليه بلاي ستيشن 5 برو هينزل وليه الموضوع منطقي ان ناخد بلاي ستيشن 5 برو وكمان ليه ده في ظلم كبير للملاك البلاي ستيشن 5 اعمل سبسكرايب وكمل مع الفيديو اهلا وسهلا بيكم في قناتكم فريستيب جيمينج اللي ما عرفني شو اومر بتفرج علينا اسم كارين بقدمه راجعات عند الالعاب وعند الاجهزة ونور قناتك يا باشا والله باشا اكسم بالله باشا بس لو عملت سبسكرايب هتبقى اكبر باشا جهاز البلاي ستيشن 4 صدر سنة 2013 وكان طفرة نوعية ومتفوق على جميع الاجهزة اللي في جيله و2016 نزل لنا جهاز البلاي ستيشن 4 برو بعد ثلاث سنين من الاصدار شفنا نسخة برو ليه بقى؟ لان جهاز البلاي ستيشن كانت مبيعاته كبيرة جدا وخرافية جدا وكاننا محتاجين ابجريد شوية في الريزولوشن او في الاداء لما نزلت سوني البلاي ستيشن 4 برو كانت الناس اكتفت واخدت كفايتها من البلاي ستيشن 4 على مدار ثلاث سنوات وابع ملايين وملايين من النسخة لكن الحالة ما كانتش هي هي في البلاي ستيشن 5 وتعالوا نتكلم بالاركام بلاي ستيشن 5 صدر سنة 2020 واحنا حاليا في 2024 يعني لما ده قعد ثلاث سنين عشان يصدر منه نسخة برو ده بقاله اربع سنين ما صدرش منه نسخة برو وليه لان في اسباب قتية الاسباب ليست الامكانيات ولاست اي حاجة في الدنيا نسخة البلاي ستيشن 5 اللي قدامكو دي انا شايف ان هي تقدر تكمل اكتر من كده وتقعد فترة طويلة جدا واداءها هيفضل مستمر معنا لسنين واسنين طويلة جاية قدامك عشر سنين كمان لكن النقطة هنا كانت في ازمة بلاي ستيشن في تحقيق المبيعات المطلوبة من البلاي ستيشن 5 كما حققتها مع البلاي ستيشن فوق نزل بقى البتاعة ده عشان شكلها يقف وازاي؟ اطلاق البلاي ستيشن 5 كان الاسوأ في تاريخ بلاي ستيشن ولو تفتكروا جماعة ان احنا كنا ايام الكورونا كان عندنا مشكلتين رئيساتين في اطلاق البلاي ستيشن 5 اول حاجة وهي نقص السيمي كوندكتور اول مواد اللي بتصنع منها البروسيسورز والأبي يوز اللي بتقوم الاجهزة دي فكان فيها عجز كبير جدا فكانت الكميات بتندك بشكل قليل كمان اطلاق بلاي ستيشن ما كانش منظم بالمرة فلو تفتكروا السوق السوداء كان من الصعب ان انت تتحصل على جهاز بلاي ستيشن 5 في الاصدار ناس كتير جدا فضلت قاعدة مستنية عشان تشتري بلاي ستيشن 5 سنتين كمان بعد الاصدار في ناس لسه جايب بلاي ستيشن 5 من قرية وايضا جهاز البلاي ستيشن 5 لم يحقق المبيعات اللي حققها جهاز البلاي ستيشن 4 في اول تلات سنين من عمره ودي السنة الرابعة من عمره فبالتالي بلاي ستيشن توجهت لشيء تاني وهو استخدام البلاي ستيشن 4 في اطلاق الالعاب يعني الالعاب البلاي ستيشن 5 وانا قلتها لناس قبل كده وناس كتير زعلت مني الالعاب البلاي ستيشن 5 القوية هيالعاب بلاي ستيشن 4 حدش سامحونا تعالوا نتكلم عن بلاي ستيشن 4 نزل ايه من الحصريات ما هي الحصريات اللي نزلت على البلاي ستيشن 4 ونزلت على البلاي ستيشن 3 الناس جيلي اللى قبل.. ما فيش. لكن في وضع البلايستيشن فايف بسبب قوة مبيعات البلايستيشن فايف وقلة مبيعات البلايستيشن فايف بالمقارنة معانى دا اكتر جاز يعني يعتبر بايع في الكونسول طبعا معيدا عن ننتندو وننتندو تغرب في السربة وحيدة. جاز البلايستيشن فايف لما صدرت له الالعاب ما كانتش قادرة تبيع لان اعداد البلايستيشن فايف ما كانتش كبيرة كده. فبالتالي حضرتك لو لاحظت هتلاقي لعبة زي هورايزون نزلت عالبلاي ستيشن فور. لعبة زي جادة فور راجنا روك نزلت عالبلاي ستيشن فور. لعبة تانية زي جرانت ريزمو نزلت عالبلاي ستيشن فور. والعاب غيرها كتير. تحالوا نتكلم عن العاب الطرف التالت يا جماعة. العابة بقول لكم ايه? الدين رينج نزلت عالبلاي ستيشن فور. السنة اللي فاتت. مورتال كومبت. ستريت فايتر سيكس. اساسين كريد ميراج. كل الالعاب دي نزلت على البلاي ستيشن فور. الشركات الطرف التالت لازالت بتحافز على جهاز البلاي ستيشن فور. السنة دي مسلا نزل لنا العاب زي برسونا سري ريلودد. ياكوزا لايكا دراجون انفينيت والس. من شركة ساجا نزلت عالبلاي ستيشن فور وعالبلاي فبالتالي جهاز بلاي ستيشن فايف ما عندوش القدرة ان هو يحقق النجاح اللي حققه البلاي ستيشن فور. فحانا وقت التغيير واصدار بلاي ستيشن فايف برو. منين يا كريم جبت الهاب ده بتاعت البلاي ستيشن فايف برو دي. احنا اتكلمنا عنها في فيديو سابق قبل كده. وقلنا الامكانيات المحتملة لهذا الجهاز. لكن خلونا نتكلم فان الجهاز ده هيكون امتداد لتكنولوجيا الالعاب وتحقيق وتقارب ما بين اجهزة الكنسول واجهزة البي سي. في الاداء لكروت الش العالية والمتفاوكة ليست كروت الشاشة المنخفضة. علشان نقدر نقدم العاب اقوى بأداء اقوى كان لازم تبدأ تغير فكرها تجاه النسخة القديمة. الجهاز ده جماعة هيبقى عامل زي البلاي ستيشن فور فور سلم. ولما نزل لسخة البرو هتبقى عامل زي البلاي ستيشن فور برو. فما فيش مشكلة يعني الالعاب هتشتغل على الجهازين. لكن هتشتغل بشكل اقوى على البلاي ستيشن فايف برو. وهتشتغل بشكل الطبيعي بتاعها اللي احنا بنشوفه من اجهز البلاي ستيشن على البلاي ستيشن فايف. وهنا المعلومة ان شركة ايم دي بقالها فترة بتشتغل على اي بي يو جديد لبلاي ستيشن. وما بتشتغلش على اي بي يو جديد لأكس بوكس. يعني نطلع اكس بوكس من القصة. فبلاي ستيشن عندها جهاز جديد. المفروض وكل المعلومات تؤدي الى روما انها هينزل بنهاية الفين اربعة واشرة. موسم نزول لجهاز بلاي ستيشن دايما بتبقى في نوفمبر. فانا متوقع ان في نوفمبر السنة دي شهر 11 جهاز البلاي ستي ستيشن فايف برو هيصدر. وهيكون اداءه اقوى بكتير جدا من جهاز البلاي ستيشن فايف. اعتقد ان احنا هنقدر نشوف لاول مرة الفور ك مية وعشرين فريم. والمعلومات بتشير ان الجهاز ده هيكون فيه امكانيات كارتشاشة زي لابتوب بات الجيمينج اللي موجود فيها اربعين سبعين او اربعين تمانين. مش سوبر. اربعين سبعين اربعين تمانين. وهيقدم اداء افضل بكتير جدا من الاداء اللي بيقدموا البلاي ستيشن فايف حاليا. فده هيبقى مستحق ومطل تانية. طيب لما هيكون فيه العاب بقى هيطم تطوره لجهاز برو فمعنى ان البروتوتيب بتاع الجهاز لازم يروح لصنع الالعاب اللي هتنزل الالعاب في الفين خمسة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين وتمانية وعشرين. فبالتالي المعلومات اللي موجودة ان فيه اصدارات اولية من البلاي ستيشن فايف برو هتستخدم لالعاب زي جران تيفت اوتو والعاب بلاي ستيشن القادمة. ونقطة بقى فاكرين لما ورطلقوا رئيس شركة سوني قال ان سوني مش هتنت حصريات طرف اول لغاية الفين خمسة وعشرين. ده سببه ايه? ان سوني متضيع النفسها المساحة. ان السنة دي كل الحصريات اللي هتنزل او حصريات مؤقتة. معظمها هيبقى مؤقتة. ليه البلاي ستيشن فايف هتكون من شركات طرف ثالث. يعني ايه? يعني استوديوهات غير مملوكة لبلاي ستيشن. وتنزل للبلاي ستيشن والبي سي. على سبيل الزكرة وليس الحصف. لعبة زي هيل دايبرز زي فاينال فانتسي. العاب دي نزل على البي سي ونزل على البلاي س ممكن يشوف هيل دايبرز وده اكيد. المؤكد ان احنا هنشوفها مثلا رايحة لشركة زي اكس مو. فسوني مركزة في السنة دي انها تعمل العاب تدعم بقوة جهاز البلاي ستيشن فايف برو. اول ما هنزل جهاز بلاي ستيشن فايف برو. عايز اقول لكم ان جهاز بلاي ستيشن فايف العادية. والبرو هتزغرت من كتر الالعاب الحصريات القوية اللي احنا بنحبها من السلاسل المملوكة لبلاي ستيشن. واتمنى يكون فيه طرح لسلاسل جديدة. او ريميكس الال العاب قبل كده. زي بلاد بورن. نشوف ريميك او تحسين لدايس جون. نشوف لعبة جديدة زي انفيمس. نشوف لعبة جديدة زي كيل زون. نشوف العاب مختلفة من مكتبة سوني الكبير. فده التوقع ان هيصدر بلاي ستيشن فايف برو. بالامكانيات اللي انا قلتلكو عليها في نهاية السنة. وده السبب اللي سوني بتخطط ليه. ودي الطريقة اللي بلاي ستيشن هتتعمل بيها مع الجهاز ده في خلال السنة الجاية. وانا عارف ان السؤال برضه هيتسئل. يا كريم ابيع هو ولا اروح اشتري التاني. ما تبيعش ده. اشتغل معك زي الفل. مش محتاج انت الهيصل اللي انت بتكلم فيها دي. لو انت ما اشتريتش ده. وربنا فتح عليك ومعك فلوس كتير. وتقدر تستنى لغاية اخر السنة. اعتقد ان افضل تستنى لغاية اخر السنة. لان انا بصراحة شايف ان اللي هشتري بلاي ستيشن فايف في الوقت الحالي. يا اما بعيز يلحق قبل ما يغلى. لان هو هيغلى مش هيرخص. او ان هو هيتظلم كتير جدا. ومن الافضل ان هو ينتظر النسخ البرو. يا رب يكون الفيديو ده ارد على السؤال المتكرر. بخصوص بلاي ستيشن فايف برو. واشتري دلوقتي ولا لأ? بحضر لكم وراجعة اكس بوكس سيريز اكس وبلاي ستيشن فايف قبل ما نخش على جيل جديد من الاجهزة. علشان برضو لو انت عايز اه تختار جهاز. ووصلنا لقيه في معركة الكونسول. اوعى الفيديو بفوتك. اعمل سبسكرايب. اكبر شرف ليا ان انت تنضم بالاسرة القناة. جامعة الكريم من قناتك في ستيب جيمينج. شوفك ان شاء الله في الفي اشتركوا في القناة.